العلم والعقول القائمة عليه كان من بين ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصلي على قطاع غزة وفق بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني في الثامن من مارس الحالي فقدت جامعات غزة أهم الكوادر التعليمية والأكاديمية التي عدت أهم الأبحاث العلمية الفلسطينية وكان لها مساهمة في تطوير وتأسيس أقسام أكاديمية في القطاع ليس ذلك فحسب بل إن هذه العقول الفلسطينية ساهمت في تطوير القطاع البحثي على المستويات المحلية والعربية والعالمية وقد سجل بعضها براءات اختراع بيان وزارة التعليم العالي أشارى في سياق ذلك إلى استشهاد 74 من الأكاديميين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات في القطاع منهم ثلاثة رؤساء جامعات وسبعة عمداء لأهم كليات القطاع مع الإشارة إلى أن هذا العدد غير نهائي في ظل تلقي معلومات عن آخرين لا يزالون مفقودين أو معتقلين المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ذكر من جهته في إحصائية خاصة به أن عدد عمداء وأساتذة الجامعات الذين سشدوا بلغ 95 منهم 68 يحملون درجة الأستاذية على صعيد المادي أظهرت إحصائيات موثقة وردتها جهات عدة أن الاحتلال دمر كليا أو جزئيا خمسا من أصل ست جامعات في القطاع بخسائر تفوق 200 مليون دولار أما فيه خضم مأساة قطاع التعليم العالي ووفق بعض التقديرات حرم قرابة 88 ألف طالب فلسطيني من تلقي تعليمهم في جامعات غزة وكلياتها المختلفة الخسائر البشرية والمادية المتواصلة في قطاع التعليم العالي والقائمين عليه ترافقت مع خسائر فادحة أخرى لحقت بالعملية التربوية والتعليمية برمتها في قطاع غزة مع تدمير الاحتلال كليا أو جزئيا أكثر من أربعمائة مدرسة فضلا عن حرمان ستمائة وخمسة وعشرين ألف تلميذ وتلميذة من حقهم في التعليم واستشهاد ما يزيد عن خمسة آلاف ألف